فكرة الوصاية يعني أن ينصب كل واحد أو كل مجموعة نفسه وصي على الآخرين حتى لو استخدم القوة في تنفيذ تلك الوصاية يعني كيف نتخلص من هذا الفكر المنغلق الحقيقة التراث الديني أو حركات الإسلام السياسية لما دخلت مصر في منتصف السبعينات وتوغلت تواغل كبير جدا وسيطرت على المجال العام بشكل كبير أوي كان جزء من حركتها في السيطرة على المجال العام هو أنه كل شخص يتحول إلى أنه هو يبقى مسؤول عن الدعوة الدينية يعني أنا بقول لحضرتك كلمة في الدين فمطلوب منك أنك تنقلها للآخرين والآخرين ينقلها للآخرين والآخرين متوالية هندسية كده فتبص تلاقي أنه كل شخص تحول إلى أنه وصي على اللي حواليه يعني هو بيصلي فعايز كل الناس تصلي بنته هو محجب عايزة كل البنات تبقى محجبات ففكرة الوصاية واللي هي جزر أساسي في الاستعلاء أيما على أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بس فهي جاية الفكرة من هنا فليغيره إما بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان اتخذ هذا الكلام اللي موجود في النصوص الدينية كآداءة مهمة جدا لأنه تبقى الحركة الإسلامية أشبه بمتوالية هندسية كده كل واحد يبقى هو يعني تتولد بشكل متتسع يعني تحول إلى أنه داعية في وسط المجموعة اللي حواليه واللي حواليها تحول إلى دعاء أو داعيات في اللحواليه وإحنا عملنا رسالة ماجستير مهمة جدا عن المرأة الداعية والرسالة دي كشفت لنا عن أنه حصل توغل كبير جدا في حياة النساء واستخدمت المرأة كأداة مهمة جدا في نشر الدعوة الدينية في البيوت وفي كل مكان في التجمعات الدينية وفي المؤسسات الدينية ما يسمى بالوعزات داعيات ما هي داعيات أيضا داعيات هو وجود المرأة في الحركة الإسلامية ده متغير جديد ما كانش موجود برضه في مجتمع خلينا أمسك دايما أكتوبر في الوقت ده ما كانت الرجال الدين ذكور يعني ذكوري المجال الديني ذكوري بالكامل الابتكار اللي حصل في الحركة الإسلامية أنه بقى العنصر النسائي أداة مهمة جدا في التوغل إلى الأسرة كلها إلى المجتمع كله وهم الحقيقة يعني أسكياء جدا يعني بيتعاملوا أنه شافوا أن التغير الاجتماعي لن يحدث في المجتمع بتاعنا إلا من خلال مدخل المرأة يعني المرأة هي العنصر الجوهري في إحداث تغيرات كبيرة جدا فإذا المرأة اقتنعت ببعض المبادئ هي التي سوف تنشئ الزكور وتنشئ الإناس وهي التي سوف تبقى هي العنصر الفاعل في الأسرة الحقيقة ده ما كانش موجود قبل كده خالص يعني فأنا طبعا عايز أقول برضو عشان ما نتفهمش غلط أنه إحنا مش ضد الدين مؤكد إحنا مش ضد الدين إحنا يعني محتاجين أن يكون الدين في المجال الاجتماعي ومجال العبادات الإنساني والإنساني وأنه سيطرتهم الحقيقة مرهونة مش بس بالفروق الفكرية مرهونة بهشاشة وقوة المجتمعات الإنسانية يعني كل ما كان المجتمع قوي لا يستطيعه النفاذ إليه وكل ما المجتمع يبقى هش يستطيعه النفاذ إليه طيب كل ما كان المجتمع قويا وهنعود تاني برضو لذكرى حرب أكتوبر وكيف كان المجتمع المصري كله يعني يد واحد مصدر القوة حضرت صحيح كيف نستجمع قوتنا من جديد عشان نستجمع قوتنا من جديد وطبعاً ده كلام الحقيقة هو يعني يبدو كأنه رشدتة بس هي مش بالبساطة اللي هي بمفهوم الرشد واحد إحنا محتاجين مجتمع فيه مجموعة من القيم المحورية الإيجابية كلنا نتفق عليه مين اللي هيعمل الحكاية دي؟ مؤسسات التنشاء الاجتماعي طول ما أنا مؤسسات التنشاء الاجتماعي ما بتتكلمش مع بعضها وما بتفهمش إزاي إيه الأدوار بتاعتها أنا مش هقدر أعمل هذا الدور لأنه القيم يعني أنا لو سألت حضرتك تؤميني بالحرية هتقولي أؤمن بالحرية سألت أحد التين تؤمن بالحرية أؤمن بالحرية طب معنى الحرية عند حضرتك هيبقى مختلفة عندنا إحنا العاشرة اللي قاعدين إحنا محتاجين زي ما بنؤمن بالحرية نؤمن بمفهوم لها وأنا اتطفق عليه هذا أولاً نمرة اتنين أنه محتاجين عودة الثقة في المصريين في بعض إحنا الدراسات والأبحاث بتكشف أن قيمة الثقة بتنخفت والحذر هو اللي بيتتسع يعني بين الناس بين الناس طبعاً